موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح يملا قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل اتعودنا مشاهدين أن رسالتنا الروحية تكون في بداية الحلقة لكن النهاردة سيكون في بعض التغيير فالرسالة ستكون في قلب الموضوع وفي داخل الحلقة ليس في بدايتها أما موضوعنا النهاردة فنواصل معكم مشاهدين في سلسلة جزور الإسلام أساطير الأولين أسطورة واحدة لو وجدت في القرآن فده كافي أننا نحكم على القرآن بأنه كتاب من صنع البشر لأن الإله لا يكتب أساطير لكن من الواضح أن القرآن مليء بالأساطير وده اللي فهموه وعرفوه فصحاء اللغة وأرباب البلاغة في نفس وقت نزول الوحي فقالوا عن القرآن أن أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلا خلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة قصة يوسف القرآنية توراتية أم تلمودية دابط القصتنا النهاردة سيكون يوسف الصديق خلينا نرحب بوحيد ونشوف موضوعنا النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدواء وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب في وقت نزول الوحي يعني ما يسمى بالوحي ونزوله شفنا المشركين شفنا اليهود شفنا المسيحيين كلهم اعتبروا أنه دي أساطير وفي نفس الوقت إحنا بنشوف المسلمين من وقت الصحابة ووقت نزول الوحي لحد النهاردة بعد كل اللي إحنا يعني خلينا نقول بعد كل ما يقدم للمسلم من أساطير بتظهر قدامه لكن المسلم هو ما تقد أنه ده وحي إلهي فنفهم إزاي الكلام ده نفهم إزاي يعني نظرة المشركين واليهود والمسيحيين مع نظرة المسلمين طيب أنا خلينا أختلف معاك النهاردة في جزئية أو جزئيتين بالنسبة للنصارى في جزيرة العرب ليس فقط مجرد أساطير ولكن هم عارفوا أن الرجل لا علاقة له بالوحي أو بالأنبياء لا من قريب ولا من بعيد فحياة الأنبياء يعرفونها جيدا وطبيعة الوحي مختلفة في الإسلام جملة وتفصيلا صحيح وكذلك اليهود نفس الشيء بالنسبة إلى السؤال بتاعك اللي هو طيب كان عزر للمشركين في جزيرة العرب ما عزر المسلم اليوم الحتة الثانية اللي أختلف فيها معاك الكثير من المسلمين اليوم فهم وعرف أنه في مشكلة في القرآن وأنه لا يمكن أن يكون عقيدة إلهية نعم إذن سؤالك البقية ما تبقى من المسلمين صحيح البقية من أحباء المسلمين أولا يتميزون بأنهم لا يقرؤون البقية لا يعرفون أي حقيقة القرآن ولو قرأوا يلحقوا بإخوانهم التي تركوا الإسلام هناك عامل مهم جدا بقى أو خلينا أقول عاملين عامل الأول الإرهاب الموجود في الإسلام هو القتل في بعض الأماكن وبعض الأماكن طرد هذا الشخص من البيت واتهامه بالجنون وإلى آخره والعامل الآخر الثقافة في المجتمع إنه هذا نوع من العار سببت عار للأسرة فدي عوامل الثقافية موجودة إلى حد ما تساعد أنه خليني أنا كان عارف أنه غلط لكن أنا مضطر أن أبقى حامله واحد خايف على بيته وأسرته واحد خايف من المجتمع واحد خايف على وظيفته ومكانته واحد في مكان مرموق جدا فإلى هؤلاء فرصة أسماحي لي أقول لهم أن يطلبوا الرب الإله حتى وإن تخلي الموضوع مؤقتا إلى أن يفتح لك الرب الباب بينك وبين اللي خلقك وتقول له أنك أنك أنت مؤمن به إيمان إيمان كامل و اطلب منه أنه يديك الاستنارة الداخلية علشان يفتح لك الباب وتستنير وتعرف فين الحق اللي حيحررك و يستمر معك ما بعد هذه الحياة لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه فالأبدية هي الأساس مهما عشنا في هذه الحياة كلنا هنطلع منا المهم نطلع صح طلعين على المكان السعيد الأمين بصراحة بصراحة لا يوجد حد يقدر 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 لك إلا شخص المسيح الذي قال أنا حي فأنتم ستحيون الرب يبارك حياتكم بالنسبة للصحابة في وقت نزول الوحي وفي أهليهم قرروا أنه ده أساطير ونحن نسمع الكلام ده موجود فعزرهم إيه هل هم مثلا ليهم كانت أطماع ليهم بنسمع عن العصبيات القبلية بنسمع عن حاجات هل الصحابة كده ولا الصحابة فعلا آمنوا أنه ده وحي لا أنت بتكلم عن مجتمع الصحابة يعني مجتمع الصحابة بمن فيهم الرسول كلهم شيء كلهم مجموعة يعني وسن عايشين وسن صحيح صحيح فما الذي يعرفونه إن كاء يعني إذا واحد جقلهم وحي طبعا إيه هو الوحي هم لا يعرفون ما هو الوحي طبيعة الأنبياء طبيعة الرسول نعم ما يعرفوا أي شيء وبعدين السيف ليه دور كبير جدا رقم واحد الذي رفعه رسول الإسلام بعد ما تقوى في المدينة وراح افتتح مكة إيه شاعر قرآنه يعني هل الرسول بعد ما أصبح قويا في المدينة لما راح مكة راح شاعر القرآن وقال له أنا أدعيكم إلى الإسلام نعم ولا راح شال السيف وقال ليهم احصدوهم حصدا بيديه بالمناسبة أنه اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا حديث يعني باطل غلط قال لهم احصدوهم حصدا طيب يعني إذن هو دخل بسيفه فهؤلاء الذين آمنوا آمنوا من السيف وبعد كده لقوا بقى في الإسلام غنائم وستات وغير خطف هذا حاجة كويسة وهم بيعطرفوا بدأ في المؤلف وقلوبهم يعني كنا نكره هذا الدين إلى أن أعطينا من الخيرات بتاعته فأقلنا هذا دين حلو ده في المؤلفة قلوبهم سورة التوبة الستين يرجعوا للتفاسير بتاعته طيب خلينا نشوف النهار هذا إيه اللي أنت يعني حنسمعه منك بخصوص يوسف طيب بخصوص يوسف أولا يوسف القرآن نحن نتكلم عن يوسف القرآن نعم وهو مختلف كشخص تماما عن يوسف الكتاب المقدس القصة مهترئة في أماكن كثيرة جدا في القرآن وفيها أخطاء كثيرة جدا في القرآن مما أربكة مفسرية القرآن في مواقع كثيرة من سورة يوسف التي يعتبرها علماء الإسلام أنه يعني دي السورة الوحيدة الموجودة كاملة تحوي القصة في القرآن في سورة واحدة في سورة واحدة ليس زي إبراهيم تلقيه منتور في سور كثيرة القصة مهترئة تماما فيها صغرات كثيرة جدا في القرآن وأخطاء موجودة في القرآن حسب الوقت سأحاول أوضح البعض في بنقرة عن كلام أن الرسول قال لي المشركين واليهود لو أنا قرأت لكم زي كان في تحدي أو شيء من هذا القبيل سورة يوسف فقال وإحنا سنسلم دول اليهود لو أنت قرأت لنا سورة يوسف إحنا سنسلم فقرأ عليهم وفق التوراة أن تكون مطابقة للتوراة فقرأ عليهم سورة يوسف فلم يؤمنوا فحزن الرسول كويس الآن الناس دول يعني اليهود دول في أي أماكن متواجدين فيها ناس مش تهلين وبيعرفوا يعني يقعوا يوقعوا الضحية بشكل قوي جدا يعني هما أعطوه سمعوه خلال الجلسات الكثيرة قصة ما عن يوسف أعتقد أنه دي القصة التوراتية وحقول ليه أعتقد القصة التوراتية إنها توراتية مع أنها هي قصة الأساطير المتداولة أخذها زي ما هي وقالها وعايزهم يؤمنوا طب ما إحنا نمدينها لك هنؤمن بإيه ده رقم واحد رقم اتنين ما هياش القصة التوراتية خالص لا علاقة لها طب أنت عرفت من فين دي مش النهاردة بقى حنشوف أنه عندنا التورات وعندنا القرآن وعندنا أساطير اليهود طب التطابق بين القرآن وأساطير اليهود مزهل في حين أن التوراة تبقى كلمة الله لا علاقة لها بالأساطير ولا القرآن التوراة هي الكتاب الأقدم أقدم كتاب حكى عن يوسف التوراة في تسلسل رائع جدا تاريخيا جغرافيا كل شيء هنا نجد التطابق بين الأسطورة وبين القرآن وكمان بين المفسرين وخليني أبدأ لو سمحت طيب تفضل أبدأ من القصة التي ذكرتها نرى موجودة فين تفسير أبو السعود العمادي تفسير مراح لبيد للنووي الجاوي سورة يوسف 103 تفسير روح البيان لإسماعيل البروسوي سورة يوسف 103 تفسير القرآن للبلغوي الشافع سورة يوسف 103 تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي سورة يوسف 103 روية كل دول تفسير القرآن روية أن اليهود وقريشا لما سألوا عن قصة يوسف وعدوا أن يسلموا فلما أخبرهم بها على موافقة التوراة خلي بالك من الكلمة فلم يسلموا حزن النبي أخبرهم بها طيب يعني أنا النهاردة لو جيت أخبرت بقصة يوسف مطابقة للتوراة معنا أنا نبي طيب كل اليهود يعرفه ويعرفه يعني شوف الضحية بتقع إزاي خلاص قول سورة يوسف بس حسب التوراة لو قلتها قصة يوسف أنت بتقصد أنا قلت قصة يوسف لا لا قصة يوسف يبقى أنت نبي هنؤمن بك نعم وهو يسمع الكلام ويقول قصة يوسف وكأنه لو قال قصة يوسف فهذا دليل على نبواته مع أن ما قاله لا علاقة له بالتوراة شوف المشكلة فين أولا التوراة لا توافق القرآن في قصة يوسف خالص طيب القرآن يوافق أساطير اليهود في قصة يوسف يعني بنلاقي القرآن وأساطير اليهود حبايب أنا أتكلم في هذه القصة لأنه هناك أمور كثيرة اليهود كانوا يتناقلون أساطيرهم شفاهة فيما يعرف بالتوراة الشفاهية وهنا هذه المشكلة التي وقع فيها رسول الإسلام في توراة هم بيعتقدون في توراة مكتوبة دي اللي أعطيت لموسى وكتبها لكن في تقليد منقول وقصص منقولة التواتر التواتر ما يسمى التواتر عند المسلمين ده بيسموه كمان توراة شفاهية طبعا شفاهية ده بينقول قصة ده ده بينقول قصة ده وده يدخل فيها وده يزيد فيها فأصبحت مملوئة بالأساطير طيب خليني أجف هنا ده يساوي عند الأحباء المسلمين السنة مثلا الأحاديس الأحاديس والتفاسير اللي هم حاليا عايزين يتبرقوا منه ويقولوا لا ده ده ملهوش دخل بالوحي وإحنا مش مفقين بكل الكلام صحيح اللي فيه كتير بيتبرقوا منه هم شيء زي كده عندهم كلام مرويات قصص نعم والشفهي ليس كالمكتوب المكتوب هو المحفوظ وده اللي أوقع القرآن نفسه في مشاكل القراءات ده حافظ عنده شيء وده حافظ عنده شيء ومصاحف المسلمين اليوم تضرب بعضها البعض فالذي في مصر غير اللي في المغرب غير اللي في ليبيا القراءات نفسها في اختلاف في المعاني طيب كتاب ده كتاب التلموت قدمناه الحلقة السابقة لو يشوف كده مع عزيز المشاهدين وكتاب التلموت زي ما انت شايف كده هنا الاسم ده كوهين هو ماخ الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن بالإضافة لكده هو الحاخام أو الرباي بتاع كنسة بيرمينجهام في الكتاب ده صفحة 209 هنشوف هنا تحت عنوان التوراة الشفاهية اللي أنا ذكرتها إلى جانب التوراة المكتوبة فقد قدل الحاخامات التوراة تقليدية كشيء أساسي منقولة شفاهيا من جيل إلى جيل يدعي هؤلاء بأن لهذه التوراة نفس قدم النص مكتوب أي أنها أرجعت تفصيليا أو مبدئيا إلى الوحي في سيناء طيب ما ليش قبل ما تكمل هو بيقول يدعي هؤلاء يعني وده حاخام حاخامة يعني كذب وشايف أنه ده مجرد الدعاءات يعني ده الدعاءات وأكاذيب ما هيش حقيقة يعني اليهودي يعني إلى حد الماخل هو مش مؤمن بالتلمود أو بأساطير اليهود لكن هو عرف يحدد صحيح أنه ده خرافاته طيب قدم النص المكتوب أي أنها أرجعت تفصيليا أو مبدئيا إلى الوحي في سيناء سأل الحاكم الروماني كونيس الحاخام غاملائيل ما مجموعة التوراة التي أعطيت لإسرائيل أجاب الحاخام سنتان واحدة مكتوبة والثانية شفاهية هذه الشفاهية هي التي أخذ منها رسول الإسلام جل قرآنه ولذلك يندهش المسيحيون ويقولون من أين أتى طب ما هي قصة معروفة يعني النهاردة مثلا قصة يوسف نهاردة سنحل المسيحيين ألغاز كثير جدا في قصة يوسف من أين أتى بأشياء خرافية حتى غير منطقية سنجدها مطابقة للأساطير جملة وتفصيلا أنا عندي مادة كثيرة فحكون سريع لو تسمحي طيب لا أنا عايزة عايزة تربط لما أنت إيه الربط دلوقتي بالحديث يعني الحديث أنت بتقول أو هو بالحديث بيقول أنه جاءت مطابقة للتورة أيها فإيه الربط بالكلام ده بالكلام ده طيب شكرا يعني صاحية معي في الحتة دي الربط بين ما قرأته الآن في التلمود إذن حينما قرأ رسول الإسلام لم تكن هذه هي القصة التوراتية وإنما كانت التلمودية اللي فيها الأساطير الكثيرة المتواجدة عند اليهود ولأن هذه الأساطير بيتداولوها فيما بينهم اعتقد رسول الإسلام كما الصحابة كما المفسرين أنه ده بقى هو كتب أهل اليهود دول اليهود دول أهل الكتاب دي التورا دي التورا بقى اللي نزلت على موسى وهي ليست التورا هي الأساطير المتداولة اللي بيحكوها البعض خلال تاريخ اتشوهت تماما تاريخ طويل شوفي بقى المسيحي المقاد بالروح القدس لما جاءت المسيحية ببساطة دون عناء كل ده ولا ليقيمة عندنا أخذنا الوحي الأساسي الرسمي تورا أقوال الأنبياء ده ده اللي اتاخذ لكن كل اللي جمعوا اليهود شفاهة ده كله تساب ما له قيمة ده الناس المقادة بالروح القدس اللي جاي بقى ومش فاهم أي شيء بلم كل اللي يلقاه فأدخل إلى قرآنه آل كثير من اللغط أساسه هذه الأساطير اليهودية طيب يعني أنا أفهم التطابق اللي موجود في الحديث في سورة يوسف إحنا بنتكلم عن سورة يوسف حكينا حكينا حكاية يوسف إذا توافقت مع التوراة هنا التوراة الشفاهية المتناقلة بين اليهود فطلعت متطابقة معها مع التوراة الشفاهية اللي فيها الأساطير يعني ده اعتراف في الحديث صحيح يعني عشان بس نركز الشفاهية اللي هي اللي في التلمود وفي أساطير اليهود يعني مش التوراة بتاعتنا توراة بتاعتنا هذا الوحي الإلهي أبدأ أبدأ بداية بالغواية وحماية يوسف هنشوف هنا تطابق مزهل جدا بين القرآن وبين الخرافات اليهودية خليني في البداية أقرأ من سورة يوسف 23-24 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ذا راودته إلهاء يعود على يوسف راودت يوسف التي اللي هي امرأة العزيز بتسمى في القرآن وعندنا اللي هي امرأة فتفار وقالت هيت هيت لك قال بعاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لو لا أنه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين خلاص؟ هنا زي ما احنا شايفين راودته فالقرآن لم يذكر لنا من هي اسمها اسمها لا نعرف الاسم كالعادة وحتى هناك ذكرة فتفار زوجة فتفار لكن أنا بقول لم يذكر اسمها في القرآن لكن هنلاقي اسمها موجود في التفاسير بكل سهولة وكل بساطة جايبين اسمها طيب أنتو جبتوا اسمها من فين؟ من أساطير اليهود كويس وبعد كده أغلقت الأبواب أحسن ما سواي وهمت به وهمت به هذه مشكلة كبيرة حالناقشة برهان ربه إيه هو برهان ربه لم يقل لنا القرآن ما هو هذا البرهان لكن وجدناه في التفاسير الإسلامية من أين أتيت به إذا كان القرآن ما قاله وطبعا لا وجود له في التوراة التوراة الرسمية أصلا القصة هذه ليست موجودة بالشكل هذا فأنت جبتها من فين؟ أيضا من أساطير اليهود كويس يعني إذن القصة القرآنية من الأساطير وتفاسيرها تمام من الأساطير طيب بعدين في التلموت في بعض الكلمات اللي هي مش واضحة بالنسبة لي المسلمين فألفوا عليها قصة فحنشوف كل ده ونحكون سريع أساطير اليهود الجزء التاني وده أساطير اليهود الجزء التاني اللي هو بتاعنا النهاردة يريد بس نشوفه كده أساطير اليهود الجزء التاني صفحة 53 وصفحة 52 و 52 53 طيب بيقول إيه تحت عنوان يوسف يقاوم الغواية ثم وقفت زليخة آدف الأساطير تسأل المسلم امرأة العزيز اسمها يقولك زليخة بكل بساطة جبتها من فين أيها الأساطير زليخة أمامه فجأة بكل جمالها وبهاء ثيابها وزينتها المفرطة وأعادت عليه طلب ما يتقق قلبها وقلبها إليه وعندما أوشك أن يستجيب لرغباتها رأى صورة أمه رحيل أمامه وصورة خالة ليأ وأبيه يعقوب دي الموجود في التفاسير رأى يعقوب أبوه وقد أعادت هذه الرؤية وخصوصا صورة أبيه يوسف إلى عقله أعادت يوسف إلى عقله وفارقته شهوة في الحال لكنه ما كاد يخرج حتى غلبته شهوة مرة أخرى وعاد إلى غرفة زليخة ثم ظهر له الرب حاملا ابن شتاي في يده ظهر له الرب ده البرهان هنا في الأساطير ابن شتاي طب إيه هو هم ما يعرفوش شتاي يعني إيه فعملوا موضوع تاني طبع ابن شتاي ده الحجر اللي دشنوا يعقوب في رحلته من بيت أبوه إلى لابان خاله نام وشاف حلم وكان حاطت رأسه على حجر ده الحجر ده بعد ما صب عليه زيت ودشن وبيسمى ابن شتاي أطلقوا عليه الإسم أطلقوا عليه فهم المسلمين يقرأوا في الأساطير يفهموا البعض طب ابن شتاي ما يعرفوش ولا حياخدوا ده اسم يعني خلينا أقول عبري مثلا صحيح حياخدوا يعمل بيه فبالتالي روح يضطر إن هو طيب مش خلق يبقى برهان ربه ده إيه فتلاقي في التفاسير أشياء كثيرة جدا دلوقتي نشوف التطابق سورة يوسف في القرآن وآدي أساطير اليهود هنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ثم وقف الزليخ أمامه فجأة بكل جمالها وبهاء ثيابها وزينتها المفرطة وقالت هيت لك وأعادت عليه طلب ما يتوق قلبها إليه هذا إلى الحد الآن في تطابق لكن ما فيش مشكلة خلاص طيب ننتقل بعد ذلك إلى سورة يوسف 24 ولقد همت به وهم بها آه دي مشكلة هنا دي مش موجودة في التوراة نعم لا حاشا ده يوسف انت ليه بتاخد ليه بتاخد يعني شخص عفة شخص مشهود له خلاص لو قال إنه أخطأ أقول إنه أخطأ لا تجامل أحد ده يوسف صرخ فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وبسبب هذا الأمر سجن هنا في القرآن لا هم بها همت به وهم بها ده جاب من فين من أين أتيت بهذا الكلام لا وجود له في التوراة تعال شوف معي في أساطير اليهود ولقد همت به وهم بها هنا وعندما أوشك أن يستجيب لرغباتها رأى صورة أمه راحيل أمامه وصورة خالة لي أو أبيه يعقوب وقد أعادت هذه الرؤية وخصوصا صورة أبي يوسف إلى عقله وفارقته شهوته في الحال أوشك أن يستجيب لرغبتها هم بها طبعا ده لا يمكن أنه يستنبط بأي شكل من الأشكال من التوراة بتاعتنا لكن ده موجود صراحة هم بها وهمت به همت به وهمت به موجود في الأساطير نعود للتطابق صورة يوسف 24 ولقد همت به وهمت بها لولا أن رأى برهان ربه لكنه ما كاد أن يخرج حتى غلبته شهوته مرة أخرى وعاد إلى ورفة زليخة ثم ظهر له الرب حاملا ابن شتاي في يده لولا أن رأى برهان ربه ما فيش شيء اسمه برهان ربه أساسا في التوراة دي جايبة من الأساطير بتاعة اليهود ده في كده برهانين في عند في الأساطير يعني عندهم صورة يعقوب وليقة وأمه خالته وكمان ابن شتاي فهو القرآن ركز على الأتنين ركز كبرهان وخلاص ججال مفسرين أخذوا من الأساطير بعدين إنه شاف يعقوب نعم وبرهان ربه فقالوا برهان ربه يبقى هو إيه؟ ابن يعقوب يعقوب طيب طيب يوسف يوسف عنده صواحبات ما عندهش ده يوسف مشهود عنه بالطهارة والقداسة لكن محمد رسول الإسلام عنده هذا اللفظ استخدمه في حديث صواحبات يوسف مش مفروض يستخدم اللفظ ده لأنه لأنه إذا كان حسب الأسطورة طمعانين في يوسف وده مش موجود في التوراة خالص أنه أساسا في نساء كانت عايزة يوسف ده في الأساطير أخذ رسول الإسلام وغيره فلقب هؤلاء النسوة اللي كانوا بيلوموا امرأة العزيز لأنه هم كما بعدين بيقى عندهم نفس المشكلة فسمهم صواحبات يوسف طيب ليه ليه يعني أنا شايفة أنه ده يعني إساءة ليوسف يعني طبعا وبعدين الموضوع ده متكرر في القرآن صحيح يعني حتى لوط تمام يعني يعني قوم لوط مثلا صحيح يعني حتى الاسم بتاع الفاحشة نعم سموه باسم لوط صحيح وبيقول لك احنا بنحترم الأنبياء اي احترم للأنبياء انتوا بتلوموا بتقولوا الكتاب المقدس بيقول انه فيه نبي زنة طبعا انتوا بتقولوا شو انه فيه نبي زنة انتوا بتقولوا الأنبياء زنة وده كله كذب يعني لان لا تستطيع ان تثبتها طيب انت بتلوم انه دقود زنة طيب انت ما تحترم الأنبياء ده حنشوف يوسف بعدين في القرآن يعني بصراحة يوسف في القرآن رجل يطلب الفاحشة ده احترام للأنبياء ما قلنا لكم افهموا الوحي الوحي شيء لكن الشخص ليس معصوم من الخطأ حتى وان كان نبي لكن في الوحي معصوم حياته الشخصية ممكن ان يخضئ انتوا عايزين تفهموا انه الأنبياء معصومين ومن الكبائر وفيه كبيرة اكتر من انه يوسف البار الصديق في القرآن هم بامرأة العزيز اللي يفعل الفحشة انا هرجع تاني طبعا ده كله هزبت وانا مش بتكلم كده وبس اساطير اليهود حنشوف صويحبات يوسف في القرآن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين الأساطير وعندما باءت كل محاولات زليخة لإقناعه بالفشل تملكتها حسرة اوقعتها مريضة واتت كل نساء مصر لزيارتها وقالوا لها لماذا شحبتي وهزلت هكذا ايكون ذلك لرغبة لرغبة قلبك في شيء عسير نواله كل نساء مصر هنا نساء في المدينة تمام كل ده مالوش علاقة بالكتاب المقدس كل ده أخطاء مالوش أي علاقة بالكتاب المقدس لكن تطابق بين القرآن وبين الأساطير طيب نشوف هنا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن متكأ طيب أجابتهن زليخة قائلة لتعلمن اليوم سبب حالتي التي ترون أمرت خادمتها بإعداد الطعام لجميع النسوة وأعدت لهن وليما في منزلها تطابق مزهل بين الخرافة والأسطورة وبين القرآن هذه القصة بهذه يعني هذا الكلام لا وجود له في التوراة خالص أطلاقا وإحنا كمسيحين كنا نسأل من أين أتى القرآن بهذا الكلام نعم وبصراحة كنا بنسأل أنا نفسي ما كنتش أعرف يعني لحد الواحد ابتدى يبحث ويدرس ابتدين القناة موجودة في الأساطير بتاعة اليهود نعم طيب يبقى إذن القرآن بيقول أعدت ليهم وليما الأساطير جزوره الأساطير أعدت للنسوة دول وليما نكمل سورة يوسف وأساطير الأولين وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً دا القرآن دا القرآن اللي بيقول الكلام دا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً تاني وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً خلاص نشوف هنا وَوَضَعَتْ عَلَى الْمَائِدَةٍ سَكَاكِينً لِيُقَشِّرْنَ بِهَا الْبُرْتُقَالِ هذه الأسطورة هذه القرآن تطابق مذهل طيب وبعد كده وَقَالَتْ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ليوسف في القرآن امرأة العزيز بتقول ليوسف أخرج عليهن هنلاقي هنا ثم أمرت يوسف بالظهور أمامهن فَخَرَجْ عَلَيْهِنَّ مُرْتَدِيًا أَبْهَى السِّيَمْ سؤالي إيه ده إيه التطابق الرهيب المزهل بين أساطير اليهود وبين القرآن يعني الكتاب اللي بتقول عليه محرف ما يطابقش الأساطير والقرآن اللي بتقول عليه ده سليم هو اللي يطابق الأساطير اللي يطابق الخرافة اللي النهاردة اليهود بنفسهم بيحكموا عليها إن ده أساطير مش دي كتب اليهود ايه واللي كاتبينها يهود الاثنين يحكموا على الكتب دي إن هي على القصص دي إن هي أساطير هم يهود بيحكموا عليها إن هي أساطير ويبقى الكتاب المقدس رائعا متفردا متميزا بعيدا لم يتأثر بكل هذه القصص ورطة كبيرة جدا نكمل تفضل هنا أمرت يوسف اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن وهنا أمرت يوسف بالخروج عليهن طيب نرجع نكمل فلما رأينه أكبرنه وعندما دخل يوسف ورأته النسوة لم يستطعن تحويل أعينهن عنه ده إيه الخرافة ده وبعد كده وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّا أَيْدِيَهُنَّا يعني طيب ده ده مش عمل إلهي ده شيء نابع من شهويتهم هما حسب القرآن طيب كيف يتفق الأمر أنه كلهم يقطع أياديهم في نفس الوقت يعني أعقلة يا أخي يا الأسطورة وقلنا أسطورة طيب القرآن ينقوله زي ما هي كده قطعنا أياديهن وكأنه يوسف ده مش بس رجل جميل القرآن لا يصور يوسف مجرد رجل جميل تورا قالت أنه كان حسن المنظر جميل طيب ده عايز يقول لنا جميل وكمان عنده جاذبية لا يمكن سحرية سحرية لا يمكن يتحكم فيها النساء لدرجة أنه مسكين السكاكين أطعوا يديهم ده موجود في الأساطير سعيب يكون موجود في القرآن بصراحة تطابق مذهل فعلا بين الأساطير والقرآن ويبقى الكتاب المقدس مقدسا لا يوجد علاقة بكل الأساطير وكم من السهل أنه ينقل هذه الأساطير وبعد كذا فلما رأيناه تكبرناه وقطعنا أيديهن ده القرآن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم خلينا أقف عند الحتة وهو الملك الكريم يعمل كذا يعني جمال الملك الذي ظهر لناس كثيرة في الكتاب المقدس خلاهم يعملوا كذا يطلعوا عن بغطورهم ويعملوا ويخطعوا أيديهم افترضنا أنه في جمال الملاء القرآن يبلع كل شيء كاتب القرآن ما عندهوش إفراز روح الإفراز مش موجودة لأن الروح الإفراز من عمل الروح القدس طيب هنا في الأساطير في الأساطير هنا وظللنا ينظرنا إلى جمال يوسف دون أن يرفعنا عيونهن عنه وعندها قلنا لزليخ لقد سحرنا عبدك هذا ولم نستطع رفع عيوننا عنه لجماله لم نستطع لماذا لم تستطع هو مغناطيس ليس ممكن إذن هنا بنشوف أنه التطابق يؤكد أنه القرآن أساسه وجزوره هي أساطير وخرافات اليهود ولم يكذب المشركون حينما قالوا لمحمد أساطير الأولين سمعنا قبل كده يعني ما جبتش بالجديد يعني نعم هذا هو الإثبات أنه دي أساطير اليهود تأثر بها رسول الإسلام ونقلها اللي أصلا المشركين سمعينها سمعينها من اليهود ما هي حاجة شفاها وبتنتقل من واحد لواحد وبتتحكي في المجالس فهي معروفة حتى بين المشركين فيجي حد يقول ده وحي يقول له لا دي أساطير الأولين صحيح نكمل التطابق لسه عندنا تطابق مزهل يعني في الكتاب المقدس موجود أنه بعد ما أخطأ بعد ما اتهمته واتهمت يوسف أنه اتعد عليها خلص يوسف نقل إلى بيت السجن نقل إلى السجن ده في الكتاب المقدس في الكتاب المقدس في القرآن يطابق الأسطورة في أنه لا الموضوع ما عداش كده بالسهل فعندنا هناك أدلة لبراءة يوسف دليلين الدليل الأول شهد شاهد من أهلها وذي كلمة طبعا مشهورة في العالم الإسلامي أو العربي والشاهد الثاني ملابس يوسف الشاهدين دول لا علاقة لهم بالكتاب المقدس وكل اللي في الكتاب المقدس يوسف قلع ثوبه أو هي لما شدد التوب تاركه وذهب خلاص هنا الموضوع مختلف خلينا نشوف الشواهد دول أو الشاهد الأول الدليلين شاهد من أهلها ده الشاهد الأول سورة يوسف 26-28 قال هي راودتني بكلم زوجها عن نفسي وشاهد هنا في نقطة طبعا وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من قدام يعني لو القميص أطع من قدام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه اللي هو زوجها قد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم يعني عرف أن زوجته هي يعني لو هتدافع عن نفسها هو المتهجم فحيكون القميص مقطوع من الأمام لأنه بالدافع عن نفسها فهو جاي عليها فالقميص مقطوع من الأمام فإذن هو الغلطان لكن لو مقطوع من وراء القميص فبالتالي هو هرب هي اللي حاولت تمسكه طيب تعالي نشوف التطابق ده جاب الكلام ده من فالكلام ده ما مش موجود في الكتاب المقدس خالص لا علاقة له طيب نشوف هنا القرآن سورة يوسف 26 شوف ما يعزز المشاهد سورة يوسف 26 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها شهد شاهد من أهلها طيب حنشوف هنا وفتح الرب فم طفل زليخة ده في أساطير اليهود نعم وكان رضيعا لا يتجاوز الأحد عشر شهرا فكلم الرجال الذين كانوا يضربون يوسف قائلا الطفل كلم الرجال فيما تتشاجرون مع هذا الرجل لماذا تأذنها كذا ما تكلمت أمي إلا بالكذب ولا ينطق فوها إلا بالخداع إليكم حقيقة ما حدث وقص عليهم الطفل ما حدث دل من أهلها ابنها ابنها وشهد شاهد من أهلها ده موجود في الأساطير جاب القرآن حط ورح رسول الإسلام مبروزه في أحاديث صحيحة صدقوا رسول الإسلام بروز الكلام ده أساطير اليهود في أحاديث صحيح ما اكتفاش أنه وضعه في القرآن وشهد شاهد من أهلها تعال أقول لكم حطه إزاي في الأحاديث الراوي أبو هريرة المحدث الصيوطي المصدر الجامعة الصغير خلاصة حكم المحدث صحيح لم يتكلم في المهد إلا أربعة عيسى ودي كذبة كبيرة وصاحب جريج وابن ماشطة فرعون طفين الرابع أهو الرابع إن ده يهجو وشاهد يوسف اتكلم في المهد اللي هو الطفل الصغير إيه رأيكم أحباء المسلمين يعني اللي فلتت من القرآن ما فلتتش من الأحاديث شاهد شاهد من أهلها حطها في القرآن لم يكتفي بذلك قالها في الأحاديث بيشرح هي موجودة في أساطير اليهود لا مش مشكلة يأخذ أساطير خرافات أي شيء يشيله ويحطه في أحاديث أو في القرآن مستدرك على الصحيحين للحاكم أني سابوري كتاب في متون الحديث جزء 3 صفحة 1268 عن أبي هريرة قال قال رسول الله لم يتكلم في المهد إلا أربع عيسى بن مريم وصاحب جريج وابن ماشطة بنت فرعون والرابع وشاهد يوسف المفاجأة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري ومسلم دايما كاشفهم الحاكم أني سابوري في المستدرك على الصحيحين يبقى ده الشاهد الأول اللي هو شاهد شاهد شاهدهم من أهلها نعم تطابق خرافي بين القرآن وبين الأساطير بتاعت اليهود نعم حتى الحديث وجدنا فيه نفس العمر صحيح أساطير اليهود الشاهد الثاني لها حق الحديث الأول لنت بالبرود جاءت مطابقة للتورة تمام التورة الشفاهية التورة الشفاهية اللي هي التلمود والقصص القرافية نعم الشاهد الثاني سياب يوسف نشوف سياب يوسف آدى القرآن وآد أساطير اليهود إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم عندي سؤال قبل ما نشوف التطابق هنا هو دلوقت يعني حط تعال ندخل في الصورة دي العزيز بتاع مصر ده رجل لي ووزنه وقدامه عبد شغال في البيت وزوجته وزوجته بتقول له دعت دع علي حيقول استنى أشوف الجميص بتفكر فيها كده حيحط زوجته في مقابل العبد ويشوف مين الصادق يعني فيهم ولا هيشيل ويرميه في السجن هل هيحتاج الأمر استنى نشوف القميص ومحكمة بتعمل كده أنت في البيت مثلا ربنا ما يسمحش يعني لأي شخص لو جاء عندك واحد شغال في البيت وجاءت زوجتك قالت لك كده بترضى يعني تقول استنى نشوفه ونحقق ولا بتديله ألمين ده اللي حصل خلينا نشوف في الكتاب المقدس واضح أخذوا وحطوا في السجن ولا في أي كلام من القرى فادي جبتوها من فين من أين أتى القرآن تعالوا شوفوا مصادر القرآن سطير اليهود جزء الثاني تحت عنوان عطف يوسف وكرمه لكن الكهنة اقترحوا فكرة فحص قميص يوسف الممزق الذي سلمته الكهنة المصريين يعني الذي سلمته سيدته إلى المحكمة دليلا على جريمته ورأى الكهنة أن يفحصوا إن كان القميص القطع في القميص من الأمام أو من الخلف فإن كان من الخلف فذلك دليل براءته فقد استدار ليهرب لكن مغويته أمسكت به فانقطع القميص لكن إن كان القطع من الأمام فذلك دليل جرمه إذ يدل ذلك على أنه يستخدم العنف مع المرأة فقطعت قميصه وهي تحاول الإفلات منه والدفاع عن شرفها تعالوا شوفوا الخرافة داخل في خرافة ونزل الملاك جبرايل وحول القطع من الأمام إلى الخلف فاقتنع المصريون ببراءة يوسف وزالت عنهم شكوكهم تجاه توليه ملك بلادهم زالت شكوكهم عن أنه يولوه ملك بلادهم هو كان أصلا فيه فكرة موحي يملك إيه رأيك؟ شفت التطابق مزهل جدا بين الأثنين في قصة يوسف ما رأيناه متطابق بين القرآن وبين الأساطير ليس موجود في الكتاب المقدس حاش لا وجود له إطلاقا وأنا حدي فكرة مبسطة في الآخر بحسب الوقت عن الكتاب المقدس عندك أي سؤال أبلي منتقل لنقطة هنا عنوان جديد مشاكل وغرائب في سورة يوسف القرآنية في مشاكل عديدة جدا وأنا قلت لك منذ قليل القصة مهترئة لأنها ما أخذها من أساطير زي ما أنت شايفة كذا فبالتالي الأسطورة دايما فيها صغرات كثيرة جدا أولا عايز في الحتة دي قبل ما أدخل إلى أنه مهترئة أو إزاي يتهم يوسف بالزنا أو بمحاولة الزنا يوسف القرآن عشان كده بقول القرآن لأنه ده مش بتاع الكتاب المقدس يقبل على فعل فاحشة الزنا لو لا خلاص يعني النية كانت خلاص مبيتة إنه هيعمل كده هيعمل كده لولا وحقول إيه ناس بحاول إنهم يطلعوا فقالوا اللولا معناها ما همش بها طب القرآن بيقول لك هم بها لولا أن رأى برهان ربه فلولا عائدة على فعل الزنا وليس على الهم ليس على النية هذا اللغة العربية المعروفة وأنا سأجيب شواهد طبعا إذا كتابهم هم يفسروا طيب نشوف القرآن ماذا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقى الباب يوسف القرآن مع زوجة العزيز وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب وهم بيجروا بيجر منيها سيدها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يوسف بيرد هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها جبناء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هنا دية القصة الموجودة في القرآن وزي ما شفنا المشاكل الموجودة بالنسبة ليوسف هم بها نعم بيقولوا بيحترموا الأنبياء وعندهم الأنبياء منزهين عن الفواحش وما لدى إلا الفاحشة اللي احنا شايفين يوسف هم بها هجب لك بعد شوية كلام غريب جدا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم يوسف ده مفروض العزيز بيتكلم يوسف اعرض عن هذا ما تجيب السيرته خلاص استرنا واستغفر إلى ذنبك إنك كنت من الخاطئين كل ذا كلام من الخرافات والأساطير وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن مكانا واعتدت لهن مكانا متكا عفوا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا إلا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نحن دلوقت بنشوف أنا جايب سياق الآيات زي ما هي إنه في البداية همت به وهمت بها وجايبين سياق الكلام هنا في 32 النص 32 في القرآن قالت فذلكنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه هي بتعترفها فاستعصم تخيلي امرأة العزيز بتقول أنا اللي عملت كذا ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن وليكن من الصاغرين بصي هنا في مشكلة مشكلة كبيرة جدا طيب دلوقتي في النصوص اللي قريناها في الأول راودته ورفض وبعد مهمة بها شاب برهان ربه جرى شافه العزيز العزيز شافهم وإيه اللي حاصل وقال له استرنا طيب ده يوسف قاعد في البيت الثاني بيعمل ايه يوسف لسه موجود في بيت العزيز يعني بعد ما حاولت معاه طيب واحد قال للرجل استرنا خلاص وعرفت أنت حسب القرآن والشاهد بالضبط كده والشاهد شاهد وانت عرفت أن امراتك بتعمل كده طيب صعيب يوسف في البيت ليه قصة مهترئة جدا نعم يعني بعد الفضيحة اللي حصلت ويوسف قاعد في بيته والستات بعيروها راودت فتاكي راودت العبد بتاعك فراحت عملت له من الوليمة ده كله يوسف في البيت بعد المشكلة نعم نعم ايه رأيكم اسأل نفسك يوسف ازاي يكون موجود في البيت ده في الأساطير وفي القرآن إنما الكتاب المقدس لا قميص قد من خلف ولا من أمامه ولا الكلام ده كله صاحد ازاي يعمل معانا كده استنت زوجها ومسك قميص يوسف اللي تركه وقالت له العبد العبران اللي انت جبته تعد عليها شالوا رما في السجن انتهى هذه الخرافات لا يمكن أن تدخل الكتاب المقدس هنا يوسف لسه موجود في بيت في بيت العزيز نعم طيب قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكن من الصاغرين طيب بعد كده قال ربي ده الدليل على ان يوسف هم بالزنة في القرآن موجود قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا وإلا يعني وإن لم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين طبعا أنتو بتقولي بتقولوا لأ ما بعض الناس اللي بيحاولوا يهربوا طبعا لأ هو ما ما كانش هم بها بمعنى عاوز طيب 33 يوسف نفسه بيقول الكلام ده في قرآنكم لو أنت يا رب ما حافظت علي أنا هاجع في المشكلة دي أصب إليهن نعم طيب وبعد كده فاستجاب استجاب لما قال رب رب السجن أحب إلي مما يدعونين إليه وإلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين اعتراف صريح فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى إلى حين شوفي هنا يعني القرآن ما بيسترش نفسه أبدا تخيلي في 35 ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات الآيات دي يعني هم بيقولوا الأدلة بتاعة القميص وغيره دي سموها آيات لا يسجننه حتى حين حتى ما تهدى الفضيحة أنا بس حسجنه شوية لحد ما تهدى الفضيحة ده يعني هو نفس الحركة اللي عملها في إبراهيم الشمس والقمر والنجوم راح لعب في الترتيب وقع في مشكلة كبيرة صحيح إذن دي القصة التلمودية اللي موجودة اللي فيها تفكير يوسف وإزاي غويته المرأة وإزاي حيسقط وأخذ القرآن زي ما هي زي ما هي حطاها الأشياء اللي ما فهمهاش مثلا برهان ربه سابه برهان ربه جاء مفسرين إيه هو برهان ربه نرجع للمصدر بتاع القرآن القرآن جاب من فين الأساطير نرجع نجيب من الأساطير بتاعت اليهود عشان كذا لما يجي المسلمين نهاردة يقولك إسرائيليات مش كذبين ما هو القرآن ذاته إسرائيليات ودي كلها إسرائيليات تأساسا كنت بتعرف إيه أنت ما عندك شي شيء أنت خالص وسني عايش في جزيرة العرب تعرف إيه أنت عن الوحي وعن التوراة وعن الإنجيل ولا شيء عرب واحد بيسمعه وبيكتب يعتقد أن ما يسمعه صحيح وبالتالي جمع هذه الخرافات الكثيرة يعني ببساطة هو لو نبي كان نفرق بين التوراة الشفاهية والتوراة المكتوب وكان رفض الشفاهي وشاف المكتوب أو كان جاب وحي هو وطبعا التوراة الشفاهية دي هي ذاته اسم ده خرافة لأنه ما فيش اسمه التوراة الشفاهية دي الأساطير التوراة هي توراة مكتوبة ما هو طيب ما هو الحاخام قال بي الدعو صحيح شوف الحديث ده الراوي ابن أبي مليكة المحدث الحاكم النسابوري في المستدرك على الصحيحين خلاصة حكم المحدث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم طيب إيه هو الحديث يعني ابن عباس في قوله عز وجل وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا قَالْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ آسف الرجل من امرأته يعني تجردوا الاثنين من ملابسهم وخلاص سيقع الزنا وجلس مدلس الرجل من زوجته ده يوسف القرآن ما شاء الله بتحترموا الأنبياء بصراح هذا يوسف وصل للمرحلة البائسة دي بعد كده إيه برهان ربه بقى فنوديا يا ابن يعقوب أتزني الله وما بتهربوا ليه من كتبكم فتكون كالطائر ينتف ريشه فيطير ولا ريش له همت به وهم بها في القرآن أراد الزنا وجلس منها مجلس الرجل من امرأته والحديث صحيح لا غبار في ذلك تأكيد ثاني الحاول الكبير في الفقه الشافعي لمحمد البصر الماوردي في كتاب الشهادات الثاني وقد روي عن النبي أنه قال ما منا معاشر الأنبياء إلا من عصى الله أو همى بمعصيتين إلا أخي يحيى ابن زكريا حلو أخي دي وبصراحة يحيى ابن زكريا يشرف كل واحد ما في واحد من معاشر الأنبياء إلا من عصى الله أو همى بمعصيتين ويتكلموا عن عصمة الأنبياء ما فيش عصمة الأنبياء والقرآن عصم نبي من الأنبياء كلام بيقول ما من أحد ده حديث آخر للرسول نفسه من ولد آدم كل ولد آدم إلا قد أخطى أو همى بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا كلام ده عبد الله بن عباس المحدث أحمد شاكر في مسنده الدرجة صحيح لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى ابن زكريا ما همى بخطيئة أحسبه قال ولا عملها الألباني في السلسلة الصحيحة الإسناد صحيح يعني الأنبياء والرسل وكل النازل عند محمد همه بخطيئة بمعصية أو عمله طيب وانت فين عسمة الأنبياء بتاعتك مش شايف أنا في عسمة الأنبياء خلينا شوفوا الطبري يعني شيخ المفسرين فهمت به وهم بها فدخلا البيت وغلقت الأبواب غلقت يعني بالمفتاح والترباس فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيت قد عض على إصبعه يعقوب ده موجود في خرافات اليهود بيأخذوها المفسرين لأنه عرفوا أنه ده المصدر بتاع القرآن طيب فإذا هو بصورة يعقوب هنا بقى في إيه في كارستين كبار جدا واحدة هنا واحدة هنا فهمت به وهم بها فدخل البيت وغلقت الأبواب وذهب ليحل سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيت قد عض على إصبعه والكلام كثير فربط سراويله يعني حط ده مع الكلام الحديث بتاع الرسول بتاع ابن عباس جلس منها مجلس الرجل وذا يوسف القرآن فين الكلام ده موجود فين أساطير اليهود تأخذوها وتنقلوها في قرآنكم وأحاديث الرسول زي ما هو الرسول أخذ حتى في القرآن وقال منها أحاديث ذهبت إلى الرئاسة العامة بتاعة للبحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية وكبرت لكم الخط عشان أشوف بيسألوا في الموضوع فالإيت السائل يسأل يستفسر سين السائل عن آية في سورة يوسف في قوله ولقد همت به وهم بها فبيقول جيم على ظاهرها لما اشتدت المراودة منها همى بها وهمت به لكن الله عاصمه وحفظه عليه الصلاة والسلام ورأى برهانا منعه من ذلك فهذا من فضل الله عليه أما قول بعض الناس أنه همى بضربها هذا ما له أصل هذا ما له أصل ليس بشيء همى بها يعني بالفاحشة إلا أن الله حفظه وصانه لأنه من عباد الله الصالحين وسلم من شرها والحمد لله يعني الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بيقول كداب كل اللي يقول همى بها يعني همى بضربها ده بيقول لا أصل له فيش الكلام ده في مقابل كلام ابن عباس هتود فين فإذا أنا ما شفت بصراحة ناس بيهربوا من عقيدتهم مثل الأحباء المسلمين ما عليك سمحوني يكون النص واضح وتحاولوا تلفوا حولينوا عشان تلاقوا مخرج للرسول هذه الوقت هذه المشاكل موجودة والنقل نقل صريح وواضح بنسميه بالدارجي نقل مصطرة من من الأساطير اليهود نعم هنتقل إلى عنوان آخر أنا قدمت يعني الطبري والجزء بتاع البحوثة الإسلامية ده كله للسنة دعنا نرى الشيعة هل الشيعة عرفوا يعني يطلعوا من المأزق ده بتاع الأساطير اليهود ولا وقعوا فيه أيضا الشيعة وأساطير اليهود طبريسي بيقول وأتت كل واحدة منها سكينا وأتت كل واحدة منهن سكينا أي وأعطت كل واحدة من تلك النسوة سكينا لتقطع به الفواكه والأرتج والأترج عفوا على ما هو العادة بين الناس انت جبت من فين فواكه وجبت منو فين أترج أترج ده بالمناسبة يعني سمرة مالحة قريبة جدا من البرتقال وانا هجب صورتها بعد شوي وده في الأساطير البرتقال ده في الأساطير طب انت يا طبريسي طبروص ده عالم كبير من الشيعة من أين أتيت بالفواكه ومن أين أتيت بالأترج إسم الفاك shines csakен موجود في أساطير اليهود أنتقل إلى علي بن إبراهيم القم علي بن إبراهيم القم هذا ننقل كما هي في الأساطير يعني مثلا ولقد همت به وهم بها لو لأن رأى برهان ربه فيقول لنا فقامت امرأة العزيز وغلقت الأبواب فلما همى الاثنين يوسف هي رأى صورة يعقوب في ناحية البيت عاضا على إصبعيه يقول يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبيين وتريد أن تكتب في الأرض من الزنا فعالم أنه قد أخطأ وتعدى دول الشيعة لم يستطيعوا شوفي الإسلام كله بجملة براثن الأسطورة يعني حفرت فيه أغوار عميقة جدا لم يستطيعوا أن ينجوا من الأساطير آد الشيعة وقبلها قدمنا السنة فسنة وشيعة فإن كان رب البيت القرآن بالدف ضارب فشيمة أهل البيت خاصة بنتكلم عن الشيعة طيب نشوفي علي ابن إبراهيم القمي بيقوله فألهم الله يوسف أن قال للملك سل هذا الصبي في المهد فإنه يشهد أنها راودتني عن نفسي الصبي شاهد شاهد من آله وأتكلم في المهد أساطير اليهود بيأخذها إبراهيم القمي ويحطها للمسلمين الشيعة وبعد كده فقال العزيز للصبي يقول فأنطق الله الصبي في المهد ليوسف شاهد شاهد من أهلها نفس الموضوعات تعالي نشوف هنا علي ابن إبراهيم القمي وشاع الخبر بمصر وجعلت النساء يتحدثن بحديثها ويعيرنها ويعيرنها فجمعتهن في منزلها وهيأت لهن مجلسا ودفعت إلى كل امرأة أترنجدي جبتها من فين أترنجدي وسكينا فقالت اقطعنا ثم قالت ليوسف أخرج عليهن فلما نظر إليهن أقبلنا يقطعنا أيديهن جبتها من فين دي أترنجدي ده هو نبات دي واحدة من هذا النبات أترنجدي زي الليمون بس هي أكبر من الليمون حجما كبيرة جدا كبيرة كبيرة خالص فبالتالي ده موجود في أساطير اليهود البرتقال وهي دي طعم من الموالح وقريبة من البرتقال أنت جبتها من فين غريب جدا ده يروح للأساطير آخر واحد فيه حاخد طباطبائي طباطبائي قال دي كلها أساطير يهود شوفي يعني القمي بيقول القمي ده قبله كتير خالص يعني يعني قبله مثلا ممكن تقولي مثلا بعلى الأقل 11 قرن على الأقل القمي قبل الطباطبائي على الأقل ب11 قرن قال انتو بتاخدوا أساطير اليهود ودي أساطير يهود وما ينفعش تاخدوا أساطير اليهود يعني القمي أقرب للصحابة وللتابعين طبعا يعني هو في بداية القرن الرابع أعتقد توفي في بداية القرن الرابع نعم يعني 300 وكسر طبعا نشوف الطباطبائي بقوله نشوف معي كده عزيز المشاهد هذا الطباطبائي بيقولوا من طرق أهل البيت عليهم السلام وبعض طرق أهل السنة أنه كان صبيا في المهدي من أهلها قعدت تقول ده أهل البيت ده آه من أهل البيت طي يعني أهل البيت نفسهم اللي انت خدت منيهم واللي بيطلوهم القمي وغيرهم وبياخدوا أساطير اليهود أديك انت خدت أساطير اليهود أصلا ده ما في القرآن لا وجود لها في القرآن من أين آتيتم بأن شاهد شاهد من أهلها أصلا موجودة وينه صبي راح تقولي للأساطير ده أول جزئية عنده كمان جزئية أخرى المتكأ بالأترج وهو نوع من الفاكهة ده هو نفسه بيتكلم عنه سؤالي فلماذا يستخدم الطباطباء الإسرائيليات ويحرم ده على غيره يعني هو نفسه بس الإسرائيليات ده ستلقى في كل حتة زي ما هي في القرآن هتلاقع في التفاسير يعني القمي خد الموضوع كده كله جي ما هو بس طباطباء بعد ما لا إحنا ما ناخدش الإسرائيليات ده كلها إسرائيليات جابت ده ياخد شوية من هنا أنا من هنا سأكون سريع جدا لأن الوقت داهمنا طيب من المشاكل الموجودة في القرآن أنا ذكرت لك إنها قصة مهترئة من الذي باع يوسف بيوسف القرآن من الذي باعه في الكتاب المقدس لن تخطيه اللي باعه إخوته طبعا هنا في لغة بقى عند المفسرين مش عارفين مين اللي باع يوسف عايزاه اللي باعه إخوته فيه عايزاه اللي باعه الناس المر السيارة فيه زي ما أنت عايزة نجي هنا لي قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة وهو السيارة مكتوبة في القرآن بعض الناس بيقولوا القرآن تنبأ بالسيارة أبل ما تكون موجودة دي مش نكتة دي مش نكتة نو 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 دي مسلمين بيقولوا مش عارفين من اللي باع يخوة يوسف وكل يخطئ آخر هاديك أمثلة تفسير القرط بصورة يوسف 19-20 تفسير الدر المنصور للسيوطي تفسير القرآن لفخر الدين الرازي تفسير الشوكاني تفسير الطبري تفسير ابن كسير كل دول فيهم العبارة التالية وسأقرأ من تفسير ابن كسير قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف وقال قتادة بل هو عائد على السيارة والأول أقوى طيب في القرآن ما فيش شيء واضح إنه إخوة يوسف خالص ما كانوش يختلف وإلا ما كانوش يختلف وإنت زي بتقول الأول أقوى دي المشاكل الموجودة في صورة يوسف نمشي لتفسير الشوكاني صورة يوسف عشر لأنه في مشكلة اللي باعوا إخوته وقعوا في مطب آخر في ورطة كبيرة جدا إيه هي الورطة بيقول وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطو على القتل المسلم ظلما وبغيا لمسلم عفوا القتل مسلم ظلما وطبعا يوسف مسلم نعم طبعا فده ازاي يكون عليهم أنبياء ما شاء الله بتحترموا الأنبياء مش بتقولوا الأنبياء مفروض يحترموا في القرآن يا إخوة يوسف عايزهم يعني نوين على القتل موجود كذابين موجود شتامين برضو موجود زي ما أنت عايز دول الأنبياء بتاعكم اللي أنتو بتقولوا عليهم أنبياء الأصباط مش دول الأصباط ما هم دول أنبياء نعم فواحد بقول دليل أنهم على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء في نفس التفسير وقيل لا كانوا أنبياء وكان ذلك منهم زلة قدم وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم ورد بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة متبالغة في الكبر مع ما في ذلك من قطع الرحم عقوق الوالد افتراء الكذب وقيل إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من بعد زي ما أنت عايزة دي كلها مشاكل ولغط موجودة في قصة يوسف لأنها مش واضحة تفسير بحر العلوم للسمرقندي سورة يوسف ستة وسبعة ويتم ده يعقب بيقول ليوسف ويتم نعمته عليك يعني يثبتك على الإسلام ويقال بالنبوة والإسلام كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وأكرمهما بالنبوة وثبتهما على الإسلام هنا في النصبق في إيه وعلى آل يعقوب يعني إخوة يوسف يعني أنبياء هتروحوا منيها فين ذلك قرآن بيقول ليوسف يتم عليك نعمته زي ما أتمها على آل يعقوب من آل يعقوب؟ إخوة يوسف فزي ما يكونوش أنبياء بحر العلوم للسمرقندي سورة يوسف 20 وأخرجوه من البئر فبعوه بثمن بخص دراهم معدودة وهو قول معتزلة لأن مذهبهم أن الأنبياء معصومون عن الكبيرة قبل النبوة لأن الكبيرة عندهم تخرج المؤمن عن الإيمان طيب وإنتو أهل السنة وعند أهل السنة الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الإيمان وجاز جريان المعصية قبل النبوة وقال عامة المفسرين إن إخوة باعوه عامة المفسرين مع أن القرآن لا يقول ذلك ورؤية عن ابن عباس أن إخوة باعوه بعشرين درهما وكتب يهوزة شراءه على رجل منهم جبت يهوزة من فين تبتعرف أصلا أسماء أولادي عقوب ده كل اللغة الموجود من باع يوسف القرآن مش واضح مع أنهم عارفين أن التوراة بقول أخوة يوسف طيب خلينا نقول أخوة يوسف طيب قرآنك ما بيقول أخوة يوسف مش واضحة فحطوها العامة يقولوا أخوة يوسف البعض يقول لا مش أخوة يوسف مشكلة من المشاكل يوسف القرآن يطلب لنفسه منصبا عند فرعون دي بصراحة دي خرافة واحد عبد وجف جدام فرعون فسر في حلم يقول له أنا عايز أكون لي المنصب الكبير ده زي وزير التموين كده في الكتاب المقدس ده فرعون قال أنا مش هلاقي أحسن منك أنت في عرفة تفسر أنت اللي تمسك المكان ده ده أكرم بالضبط أكرم ليوسف إنه هو يطلب صحيح لا في القرآن أهي بيقولك كده قال ده يوسف اللي بيطلب إجعلني على خزائن الأرض إني حفيز عليم إجعلني على خزائن الأرض إني حفيز عليم لا يوسف ما قالش الكلام وإيه عليم دي ما هي أواخر الصور دي أنت عارفة يعني في واحد كان كاتب قرآن أي كلمة في أي حتة بس بتتحطه خلاص يعني بدي عندي وحي أنا بقيت هو عندي وحي بولة ولو ما عنديش وحي يبقى محمد كزاك زي زي وتركوا مشى وترك الإسلام يوسف القرآن يحتجز أخاه بن يمين سورة يوسف ولما دخلوا على يوسف آوى إليه إخوة يعني آوى إليه أخاه أخاه مفروض بن يمين قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا في رحل أخيه ثم أزن مؤزن أيتها العير إنكم لسارقون وبعد كده خلى أخوه معاه ده دي حتة ركيكة جدا لأن يوسف فاهم لو ما رجعوش بأخوهم بن يمين أبو حيموت ده اللي حصل في الكتاب المقدس قالوا له صراحة لو رجعنا بدون بن يمين نعم أبونا حيموت فلازم نرجع به وخليني أنا مكانه واحد من إخوة يوسف وأصلا ما رجعوش لأن ذي الوقت ده على طول يوسف أعلى نفسه أعلى نفسه لإخوانه هنا لا هنا ساب ساب بن يمين معاه ورجعوا لأبوهم من غير بن يمين لو حصل ده كان على طول يعقوب حيموت نفسه متعلق تخطي يوسف فصل يوسف و بن يمين دول أولاد رحيل نعم الزوجة اللي كان بيحبها المحبوبة نعم يعقوب القرآن يطلب البحث عن يوسف و بن يمين البحث عن يوسف و بن يمين نعم سورة يوسف قالوا طالله تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي و حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه روحوا تحسسوا ابحسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين فلما دخلوا عليه على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزافة وفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه تخيل يوسف بيقولهم كذا إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضع أجر المحسنين يعني مش يوسف بيعلن نفسه لهم اللي بيسألوا هنا أإنك يوسف كلها قصة مهترئة جدا كيف يتخيلوا إنه هذا العظيم هو يوسف أخوه وكيف يعقبوا لهم روحوا تحسسوا يوسف روحوا دوروا على يوسف وأخوه يوسف وأخوه عنوان آخر أنبياء القرآن يسبون أباهم النبي أنبياء يسبوا نبي سورة يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم والمفسرين بيقولوا دي كلمة صعبة كيف يقولوها على على أبوهم إزاي يقولوها على أبوهم يعني المسلمين عندهم يعقب نبي والأصباط أنبياء وفي التوراة لا يعقب نبي ولا الأصباط أنبياء ولا إسحاق نبي ولا إبراهيم نبي كل ده لغط لو يفهموا الحق يعني ضيعوا على نفسهم فرصة الحياة أرجو أنه ما يستمروا في كده كلام لغويا خاطئ في القرآن في سورة يوسف إزاي أنت بتقولي الكلام ده القرآن اللغة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سيماني أكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يا بساد يا يوه الملأ افتوني في رؤيين كنتم للرؤية تعبرون تعبرون مفروض تعبرون مثلا قال أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما اللي هو المفروض السقى واتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فرسلون يعني اتذكر بعد أمة ده كلام ده ده عربي بيقولون القرآن لغة عربي هو ده عربي واتذكر بعد أمة طبعا التاه هما هو يحط الموضوع كذا خير حسو أميته الطبري بيقول واتذكر بعد أمة يعني بعد حين يعني حتى مش خلان الطبري يحاول يشوف لها يعني كلمة أمة دي حين حين واتذكر بعد أمهن بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي بعد نسيان بعد نسيان كذا مفهومة واتذكر بعد أمهن واتذكر بعد مكان ناسي مقبولة واتذكر بعد أمهن يبقى فيه غلط بين موسى ويوسف في موسى القرآن ويوسف القرآن في حتة تشابه ملفت للنظر القصص عن موسى ويوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكريمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا ده مجرد شيء يلفت النظر فعلا وكأنه للموضوع واحد الوقت صعب جدا المفسرون يرجعون وأنا سأقوله بسرعة جدا لأصول القرآن أي الأساطير بسرعة كل التفاسير دي كل التفاسير دي أنا مش هقوله عشان الوقت وهنا أساطير اليهود بسرعة وفي الخبر أنها قالت له يا يوسف ما أحسن صورة وجهك قال في الرحم صورني ربي يا لجمال طلعتك يا لبهاء صورتك لم أرى أبدا في حياتي عبدا مثل جمالك فكان يوسف يجيب الرب صورني في رحم أمي الذي خلق كل الرجال وجهك رحم الأم رحم الأم تطابق مذهل في التفاسير والأسطورة قالت يا يوسف ما أحسن شعرك هنا زليخ كم هو جميل شعرك هنا قالت يا يوسف ما أحسن عينيك هنا يا لجمال عينيك التي سحرت بهما كل المصريين رجالا ونساء التطابق غريب جدا شالوا كل شيء من الإسرائيليات وسابوا كتاب الحياة نعم سابوا الأصل سؤال أنا هترك في آخر الجزء الإسلامي أبل ما أروح للجزء المسيحي بسرعة وجاءوا لما رجعوا لأبو يوسف لما رجعوا ألولوا إبنك مشلئينه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا من جميل والله المستعان على ما تصفون قميص لما رجعوا ليوسف وألولوا يوسف موجود قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وقتني بأهلكم بقميصي سؤال أنا بتركه هل هو نفس القميص مش ممكن القميص مفروض عندي عقوب طيب إذا ما كانش نفس القميص شمعني قميصي هذا السؤال أنا بسيبه إذا ما كانش نفس القميص إيه أقولوا بقميص يعني إذهبوا بقميصي هذا ده المفروض هو القميص الملون المعروف والمفروض هيتأكد ده دليل على أن يوسف حي صحيح فالطبيعي أنه يكون هو صحيح بس كيف هو يكون هنا ويكون هنا القميص معجزات لمحة سريعة مش هجيب كل يوسف لأنه صعب لمحة سريعة عن يوسف الكتاب المقدس طيب دي الرسالة بتاعتنا حتكون هنا الرسالة الروحية نشوف كذا ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم بيديك أماكن كتاب واحد بيكتب فاهم فقال إسرائيل يعقوب طبعا ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم تعال فأرسلك إليهم فقال له ها نزل تحت أمرك فقال له اذهب أنظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا فأرسله من وطئ حبرون فأتى شكيم يعني عندينا أماكن آدي حبرون ده البحر الميت طبعا آدي شكيم اللي هي نابلس عندينا أماكن دج العد ودي الرحلة بتاعت التجار اللي كانوا ماشيين لمصر اللي خدوا يوسف في الرحلة وباعوا كتاب المقدس لما بيتكلم يديك الأسماء أماكن الجغرافية اسماء الناس واضح وحي مش أساطير بعد كذا خلصنا هنا فوجده رجل وجد رجل يوسف يعني يوسف وإذا هو ضل في الحقل فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون فقال الرجل قد ارتحل من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوسان فذهب يوسف وراء أخوته فوجدهم في دوسان آدي حبرون اللي انتقل منها من أبو يعقوب مش أدور عليهم في الحتة اللي كانوا برعوا فيها ما فيش راح إلى دوسان وجدهم هناك هنا هيترمي في البير وهنا الرحلة اللي جاية من جلعاد إلى مصر هتأخذه إيه رأيك في الكتاب المقدس الأسماء الأماكن تاريخ جغرافية ما بتويش كتاب منظم وحي إلهي فلما أبصروه شافوا أخوم جاي من هناك من بعيد قبل ما اقترب إليهم اختالوا اختالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلما نقتل ونطرح في إحدى الآبار ونقول وحش ردي أكلوا فنرى ماذا تكون أحلامه فسمع رأوبين وأنقذه من يدهم وقال لا نقتلوا وقال لهم رأوبين لا تسفك دما اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمد إليه يدا لكي ينقذه يعني هدف رأوبين ينقذ من أيديهم ليرده إلى أبيه فكان لما جاء يوسف إلى إخوتي أنهم خلوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر وأما البئر حتى بديكي تفاصيل فكانت فارغة ليس فيها ماء عشان يقول لك ليه ما متش كانت فارغة إن كان لو كانت عميخة كانت تعب بعد شوية وغرق في هذا الماء بعد كذا ثم شفوا القساوة جلسوا ليأكلوا طعاما وأخون في البير فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلت إسماعيليين بديكي الإسم لا كمان وبيديكي أن الإسماعيليين دول عندهم علاقة بالمديانيين وعشان كذا أطلق عليهم مديانيين وإسماعيليين في نفس الوقت لأنه عندهم علاقة قرب بين القبيلتين أو قافلة رأوا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيرا وبلسانا ولازنا وزاهبين لينزلوا بها إلى مصر مورك اتجاه القافلة جاي من جلعاد رايحة فين رايحة مصر يعني كل شيء بالتدقيق فقال يهوزة لإخوة ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخف دمه تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخنا ولحمنا فسمع له إخوته يعني فكرة البيع من يهوزة فيهوزة الخائن البائع في العهد القديم ويهوزة الخائن البائع في العهد الجديد يهوزة واجتاز رجال مديانيون لهم الإسماعيليين تجار فسحبوا يوسف هنا سحبوا يوسف إخوته سنوضحها بعد شوية وأصعدوهم من البئر وباعوه أهم وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتى يوسف إلى مصر ورجع راء أبين ما كانش موجود معاهم إلى البئر وإذا بيوسف ليس في البئر فمزق سيابه ثم رجع الإخوة وقال الولد ليس موجودا إلى أين أذهب فأخذوا قميص يوسف وزبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا حقق أقميص ابنك هو أم لا فتحقق وقال قميص ابني وحش رديء أكلوا افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب سيابه ووضع مسحا على حقويه ونحل ابنه أياما كثيرة جزئية الأولى اللي مش واضحة في القرآن هي واضحة بكل سلاسة بالأماكن بالتاريخ الجغرافية الأشخاص الرحلة كانت متجهة جاية من جلعاد رايحة مصر اتقابلوا في دوسان يوسف اتحرق من حبرون إلى شكيم إلى دوسان كل شيء وهنا وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها قالت لتجع معي فأبا وقال لامرأة سيده هو زى سيدي لا يعرف معي من في البيت وكل ما له دفعوا إلى يدي ليس في البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما لم يسمع لها أن يتجع بجانبها ليكون معها ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك فأمسكت بثوبي قالت تجع معي فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج كويس تكوين دي الرسالة الروحية بتاعتنا لما عرف يوسف إخوته فقال يوسف لإخوته تقدموا إلي فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا تغطازوا لأنكم بعتموني إلى هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم انتوا فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة أنتوا بعتوني دا كانت إرادتكم لكن إرادة الله كان أني أنا مرسل إلى مصر دي الحتة الروحية اللي أنا عايز أختم بيها فضل أنه أحيانا فيه شرب يقع على الإنسان لا تضطرب ما تخافش فيه خطة موازية لخطة البشر لهؤلاء الأشرار باعوا يوسف يوسف عيونه الحلوة الجميلة هذا العملاق ما شافش أنه هو تباع شاف أنه هو مرسل من قبل الرب لما اتضحت الرسالة أمامه لما بيقى في المكان دا لما اتدت عنده خدمة واضحة لحياة الناس في أماكن كثيرة جملة مصر ليطلبوا شبع قال لي أخوتهم ما تتأسفوش أنتم بالنص قالها يوسف قصدتم بيه شرا أنتم قصدتم بيه شرا أما الرب فقصد بيه خير الرب بيحول الشر لخير فمهما حصل معاك لا تضطرب لو أنت ماسك في ربنا ولا يهمك بيقول ربنا تجمعوا لكن ليس مني دي كان كده نهاية الموضوع بتاعنا ودي الرسالة الروحية لا تضطرب الرب معك الرب يبارك حياتكم آمين ويبارك حياتك شكرا لك كثير احنا استمتعنا جدا بأسطورة يوسف فالمسيح يبارك حياتكم صلوا الأجل ونشوفكم في حلقات جاية وأساطير جاية لحد ما نكتشف القرآن نشوفكم في الأسبوع الجاية